ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة ما يتم تخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء حيث شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الاستراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها كما أشار مدبولي إلى أن اللقاء يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات توجه عملية تطبيق القانون وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين وصرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم